موسيقى أعطني نبدأ عنك والله أنا في الحقيقة في هذا المجال تقريبا نصر لي 9 سنوات نعم فمثل ما تقول أنه أمور التلاعب الفوتوشوب ومع تطور التقنيات الموجودة اليوم بألات التصوير وبرامج تطبيط الصور حتى في برامج أخرى متطولة أكثر من ذلك أصبحت فيه مستوى أن أقدر أحدد إذا هذه الصورة مفبركة ولا لا حتى في قضية تانية لا بد أن نوضحها للمشاهدين اليوم حاليا كل صورة يتم التقاطها بكاميرا رقمية تقوم هذه الكاميرا بزرع معلومات خفية عن الناس عن هذه الصورة متى تم التقاطها نوع الكاميرا دقة حتى لو يستخدم فلاش ولا لا وليش هذا الشيء صار لأنه اليوم مع انتشار مواقع الانترنت والناس كانت تأخذ صور وتحطها عندها فحماية لحقوق وكالات الأنباء والمصورين قامت شركات صناعة الكاميرات الرقمية بتزويد الكاميرات بهذه التقنية يعني مثلا بس جميل يعني الآن أنا حين أتحدث عن تاريخ التقاط الصورة أنا إذا ما عملت فرمات الكاميرا يعني ما تعطيني تاريخ التقاط الصورة يعني ممكن أنا ما عملت فرمات أنا ما التقطها اليوم من الصورة تعطيني قبل أسبوع أو قبل شهر أو قبل سنة مش مهم التاريخ طالما أنه معلومات الصورة موجودة يعني أنا ممكن أجيب كاميرا مثلا أسوي فيها تاريخ قديم أعدل تاريخ تاريخ قديم كويس لكن يثبت أنه الصورة هاي أصلية ولا لا من خلال المعلومات اللي موجودة في هاي الصورة شرطة تكون من الفلاش ميموري طبعا من الفلاش ميموري طبعا مية بالمية يعني مثلا ناخد مثال هاي الصورة الحين موجودة عندي هنا في شاشة اللابتوب لو تروح مثلا على الفايل انفو تجد أنه في الدسكريبشن موجود اسم المصور موجود تاريخ التقاط الصورة اسم الممثل المكان اللي كان موجود والكوبي رايت لأي شركة كويس إذا اجينا لصورة اللعب كويس نجد هنا في الفايل انفو موجود في كاميرا داتا نوع الكاميرا موجود الموديل تبع الكاميرا تاريخ حتى فلاش ما استخدم الفلاش كويس وبالتالي هاي الصورة متاخذة من الميموري كارد ما تم تعديلها على الفوتوشوب نهائيا يعني الصورة بتقول لي الحقيقية طبعا مية بالمية مش معمولة فوتوشوب لا ما استخدم الفلاش عشان ما يلفت نظر اللاعب واضح لانه حتى مش بس ما يلفت نظر اللاعب اذا لاحظت انه الصورة نفسها في الحقيقة ما فيها لمعان حتى اللاعب مفروض يكون عرآن وتبين صورة العرق على الفلاش عادة بنشوف هاي الصورة كويس لا لا انا 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 اتصدر اسلام يعني اذا فتحنا الصورة فيه عن الصورة بقولك أن هاي الصورة original. كويس؟ no compression signature. معناته أن ما تم استخدام أي برنامج لتعديل هاي الصورة. في المقابل في الصورة الأخرى اللي هي هاي الصورة اللي تم التعديل فيها. بالضبط اللي هي هاي الصورة. لو فتحناها باستخدام نفس هذا البرنامج ويقرأ كل التفاصيل التقنية الموجودة المخبعة هتجد أن في النهاية image is processed edited. هاي الصورة مرت على الفوتوشوب أو برنامج آخر لتعديل الصور وتم تعديلها وتصديرها بشكل آخر. البرنامج اللي التحدث عنه هذا هل يعتد فيه لو كان فيه تحقيق شرطة؟ ومش على الصورة هذه يعني قانونيا هل يعتد فيه أنه لما يقول هذا البرنامج أن الصورة حقيقية تكون صورة حقيقية؟ طبعا مش بس هيك أنا يعني أتحدى يجيبه كل خبراء الصور في العالم أنه يثبتوا وعكس هذا الكلام. هل أفهم من كلامك أستاذي أنه كان بالإمكان التأكد بدون المصور بدون الكاميرا بدون البطاقة؟ نعم 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 من الناحية التقنية من الناحية التقنية نعم من الناحية التقنية نعم من الصورة فقط خلينا نكون منطقيين يعني أنا حتى ممكن أنت الصورة نفسها هاي بعد ما تأخذها من ديجيتال كاميرا من الميموري أقدر أني أخذها وأنسخها على ميموري آخر إذن هل لها علاقة في الكرد أم لا في الصورة نفسها يعني أنا ممكن أحط أي صورة على ميموري الميموري هو بالنهاية عبارة عن ذاكرة لأنه حقيقة البرنامج خلينا حقيقة البرنامج هذا يتحدث إذا كان بهذه الدقة يتحدث عن الصورة هل هي صورة أول ما طلعت من الكاميرا أم صورة تم التقاتها ثم مررت على جهاز برنامج آخر؟ صحيح 100% خليوا الكلام التقني عند الرجل عرفت عند الرجل حتى ما سيت القضية الآن أنت على مشغوليتك تقول أن الصورة حقيقية 100% وتحدى أي خبير تصويرك من غير هذا الكلام نعم تعقبكم بسم الله حقيقة كلام مثير اللي سمعنا الآن من الأستاذ السلام أنا أريد أن أفرض جدلا أيضا أنا أفرض أنه قد يسأل أنه لماذا الهلال لم يصاعد الموضوع ليشتكي الصحيفة واللاعب أيضا وهو لاعب محترف ولهو وكيل أعمال لماذا قرأنا تصريح أو حديث لللاعب أنه ما يفغي يتعرزق المصور وهذه كانت مضحكة الحقيقة يعني من لاعب محترف كبير أنه يتشوه سمعته بمثل هذه الطريقة وفقط يريد أن يعفو عن المصور حتى لا يتعرزقه ولكن أمنح الإدارة الهلال العذر من باب والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس في هذا الموضوع أنا السؤال الأول لاتحاد كرة القدم الذي تحول من باحث عن الحقيقة إلى مدعي بعد ذلك في بيان اتحاد كرة القدم الأخير أغلق القضية وفتح القضية ومن حق اتحاد كرة القدم نفتح القضية ولكن ليس من حق اتحاد الكرة أن يغلق القضية بمثل هذه الصورة منح مهلة يومين أو ثلاثة أيام للمصور ليحضر الفلاش مومري وكأن الصحيفة هي التي اشتكت نادي الهلال لم تكن هناك قضية متبادلة بين الصحيفة وبين نادي الهلال الذي فتح الملف اتحاد كرة القدم وفجأة لملمت القضية وأغلق الملف فقط بدعوة أن المصور لم يحضر أو لم يحضر الفلاش مومري وهذه علامة استفهام كبيرة إذن لماذا لم يحضر المصور ثانيا تحول اتحاد كرة القدم من خلال متحدث أنا أتكلم من خلال متحدث لاتحاد كرة القدم إلى مطالبة الرئاسة العامة بسحب تصريح دخول المصور وهذا من حقه ولكن كيف يطالب أيضا وزارة الإعلام بإغلاق الصحيفة انظر إغلاق الصحيفة وكان فيه جملة اتهامات للصحيفة فتحول القضية وكأنها ضد اتحاد كرة القدم وليس ضد نادي الهلال أنا أشوف الموقف الأضعف في هذه الحلقة كلها موقف اتحاد كرة القدم كان بإمكانه أن يظهر الحقيقة كان بإمكانه سكر باب أنه ما يتكرر عليه مستقبل حتى لا تتكرر حتى تتكرر أحداث أخرى هو الآن فتح باب أساسا لو تكرر الحدث مثل هذا الحدث فهل سيغلق القضية كما أغلق هذه القضية؟ هل سيحاول البحث عن طرق أخرى لإكتشاف الحقيقة مثل ما اكتشافنا الآن إسلام أشوف الموضوع حسب ما فهمنا الآن من إسلام الموضوع الحقيقة يعني ما كان يجب أن يغلق ونقطة مهمة جدا أن نحدد موعد معين وهي يوم الثلاثة الساعة الثانية عشر ظهرا أو سوف أغلق هذه القضية إلى الأبد طيب لو اكتشف بعد ذلك أن الموضوع حقيقي يعني كيف سيتم معاقبة اللاعب؟ هنا أرجع لللوائح يجب أن تكون في اللوائح نقطة تحل هذه المعضلة أيضا حتى يقع في مشكلة بأثر رجع الإيقاف أم بعد اكتشاف الحقيقة هذه قضية أؤكد ذلك أنها لم تنتهي بعد حتى وانتهت رسميا في أدراج اتحاد كرة القدم لن تنتهي في الرأي العام ولن تنتهي الحقيقة ما زالت الحقيقة تبحث عن إجابات كثيرة جدا ببراهيم طعن ابن زايد أنا لدي اعتقاد أو أحسن الظن بأن الاتحاد السعودي ما حدث منه جهل جهل بالمعلومات ربما سألوا أحد الأشخاص ليس لديه أي معلومات تقنية يعني أنا أعتقد لو هم مخططين كان سيقول لك والله خبير لأنه هذه معلومات أذهجتنا كلنا الأستاذ قاعد يتكلم يقولك أنه حط الصورة في البرنامج يعطيك البرنامج هذا فأذهجتنا كلنا يعني أنا أعتقد لو عندهم معلومات دم طرقتها النقطة السلام بعدني أسأل هذا السؤال أن مجرد البرنامج يعطيك أن هذه الصورة حقيقية أو مركبة أو أيضا هناك أشياء تلاحظها في الصورة تكشف لك أنها حقيقية أو أنت كشخص يعني بعيد عن البرنامج يعني أكيد الفوتوشوب مهما حاولت أنك تركب في الصورة بيكون في بعض التفاصيل المبينة يعني مثلا فينا نأخذ الصورة التي هي المفبركة وليست الحقيقية يعني إذا طلعت مثلا تجد أنه فيه عدم مضوح في الإيد هنا كويس وبين أنه فيه عملية تركيب فيه عملية تعديل صارت أخي أسلام معلش خلني أخذ الطرف الآخر يعني في القضية التحقيقية